احييكم يا طلاب الصف السادس بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس التربية الاسلامية سنبدأ درسنا اليوم ببسم الله الرحمن الرحيم نفتح كتابنا على صفحة 55 الدرس الرابع 10 وهو بعنوان قصة نبي الله موسى عليه السلام سوف نتحدث عن نشأته وشبابه وسوف نتعلم من قصة نبي الله موسى عليه السلام الدروس والعبر ان شاء الله لماذا ارسل الله سبحانه وتعالى الرسل من يذكرني لماذا ارسل الله سبحانه وتعالى الرسل نعم احسنتم لقد ارسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليعرفوا الناس بالله تعالى وانه وحده المستحق للعبادة وجميع الرسل جاءوا برسالة واحدة ما هي هذه الرسالة هي عبادة الله وحده وعدم الاشراك به كم عدد الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى للناس هل تعرفون كم عددهم عدد الرسل كثيرون عدد الرسل كثيرون لا نعرف منهم عفوا نعرف منهم خمسة وعشرين رسولا ورد ذكرهم في القرآن الكريم نعرف منهم خمسة وعشرين رسولا ورد ذكرهم في القرآن الكريم ومنهم يونس وزكريا وموسى وعيسى وإدريس وإلياس وكثير من الرسل ورد ذكرهم في القرآن الكريم لماذا أسأل الله الرسل إذن ليعرفوا الناس بخالقهم جميع الرسل تعرضوا للأذى والابتلاء من أقوامهم ولكن هناك خمسة من الرسل تعرضوا لمزيد من الابتلاء والأذى ولذلك سموا أولو العزم ولذلك سموا أولو العزم إذن أولو العزم هو لقب أطلق على خمسة من الأنبياء الذين تعرضوا لمزيد من الابتلاء والأذى من أقوامهم ولكنهم ثبتوا وصبروا على دينهم إذن جميع الأنبياء ثبتوا وصبروا ولكن هؤلاء الخمسة تعرضوا لمزيد من الابتلاء والأذى من أقوامهم وثبتوا وصبروا على دينهم من هؤلاء الخمسة الذين لقبوا بأولو العزم؟ هم موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام إذن من هم أولو العزم من الرسل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام إذن أولو العزم من الرسل هم موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام لقبوا بأول العزم لأنهم تعرضوا لمزيد من الابتلاء والأذى وثبتوا على دينهم وصبروا لنبدأ قصتنا اليوم عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان فرعون حاكما ظالما على مصر كان فرعون حاكما ظالما على مصر إذن كلمة فرعون لقب حاكم مصر زمن سيدنا موسى إذن فرعون لقب حاكم مصر زمن سيدنا موسى عليه السلام إذن كان فرعون حاكما ظالما على مصر فقد استعبد الناس وقسمهم إلى ضوائف إذن هو كان يستعبد الناس أي يستخدمهم للخدمة ويجعلهم يعملون في الأعمال الشاقة إذن كان فرعون يستعبد الناس ويستعملهم للخدمة وقسمهم إلى طوائف واستخدم طائفة بني إسرائيل في أشق الأعمال ما هي طائفة بني إسرائيل؟ ما هي هذه الطائفة؟ بني إسرائيل هي سلالة أولاد يعقوب عليه السلام إذن بني إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام اللهم صلي على سيدنا محمد لقد قلنا في درس سابق من هو النبي يعقوب؟ من هو النبي يعقوب؟ من يذكرني؟ فقد تناولناه في درس سابق وقلنا أن نبي الله يعقوب أن نبي الله يعقوب من والده؟ إسحاق وإسحاق من والده؟ إبراهيم إذن يعقوب هم من سلالة إبراهيم عليه السلام إبراهيم أنجب سيدنا إسحاق وإسحاق أنجب يعقوب ويعقوب من أنجب يعقوب؟ يعقوب أنجب سيدنا يوسف إذن سلالة سيدنا يعقوب عليه السلام تسمى بني إسرائيل تسمى بنو إسرائيل إذن بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام إذن فرعون استخدم طائفة بني إسرائيل في أشق الأعمال وكان علماء بني إسرائيل يتحدثون عن طفل يولد فيهم يولد في بني إسرائيل أولاد يعقوب وكان يتحدثون عن طفل يولد فيهم ويكون سقوط ملك فرعون على يديه ماذا قرر فرعون؟ ماذا قرر فرعون؟ قرر فرعون أن يقتل كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل حتى لماذا؟ إذن علل قرر فرعون أن يقتل كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل لماذا؟ لكي لا يكون سقوطه على يديه كان فرعون يقتل الذكور في عام ويتركهم في عام آخر كان فرعون يقتل الذكور في عام ويتركهم في عام آخر لكي تستمر سلالة بني إسرائيل ويستخدمهم في أشق الأعمال إذن أقترها عليه في زمنه زمن فرعون أن يترك الذكور عاما ويقتلهم عاما آخر لكي تستمر سلالة بني إسرائيل وتستخدم في أشق الأعمال حتى يستخدمهم في أشق الأعمال اقتضت إرادة الله أن يولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه فرعون الذكور وسوف نعرف كيف نجى الله سبحانه وتعالى موسى من القتل أولا نشأت موسى عليه السلام عندما ولد موسى عليه السلام خافت عليه أمه من بطش فرعون ماذا ألهمها الله سبحانه وتعالى إذن شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يولد النبي موسى في العام الذي يقتل فيه فرعون الذكور الأولاد الذكور ألهم الله سبحانه وتعالى أم موسى أن ترضعه وتضعه في صندوق ثم تلقيه في النهر إذن عندما ولد موسى عليه السلام خافت أمه عليه من بطش فرعون خافت أن يقتل فرعون ابنها الرضيع موسى عليه السلام فألهمها الله سبحانه وتعالى أن ترضعه ثم تلقيه في النهر قال الله تعالى قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إذن صدقت أم موسى وحي الله سبحانه وتعالى فقامت بإرضاعه وإلقائه في اليم أي في النهر فضعته في صندوق وألقته في النهر وأمرت أخته بمتابعته أي تتابع سير الصندوق في النهر فحمله النهر بحكمة الله سبحانه وتعالى فحمله النهر قريبا من قصر فرعون فرآه أهل القصر وأخذوه فلما رأته زوجة فرعون ألقى الله سبحانه وتعالى محبة سيدنا موسى في قلب زوجة فرعون فطلبت من زوجها فرعون أن لا يقتله وقالت له عسى أن ينفعهما أو يتخذاه ولدا إذن ماذا قالت زوجة فرعون لكي تقنع فرعون أن لا يقتله قالت عسى أن ينفعهما أو يتخذاه ولدا وهكذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى فنرجى الله سبحانه وتعالى موسى من القتل إذن أفكر ما الذي جعل أم موسى أن تلقي ابنها الرضيع الذي تحبه حبا شديدا في النهر إذن إيمانا منها بصدق وحي الله سبحانه وتعالى بحفظه لها فالله سبحانه وتعالى قال إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين أي جعله الله سبحانه وتعالى نبي من أنبيعه إذن صدقت وآمنت بوحي الله سبحانه وتعالى فشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يقبل موسى الرضاعة من أي امرأة أخرى إذن شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يقبل موسى الرضاعة من أي امرأة أخرى علل لماذا لماذا موسى لم يقبل الرضاعة من أي امرأة أخرى نعم أحسنتم لكي يرده الله سبحانه وتعالى إلى أمه ويرضع من أمه لأن الله سبحانه وتعالى قال لأم موسى إنا رادوه إليك إذن لم يقبل موسى الرضاعة من أي امرأة أخرى فجاءت أخته التي كانت تتابع أثره فأخبرت زوجة فرعون أن هناك امرأة يمكنها أن تردعه فأرسل إلى أمه فأرضعت وهكذا تحقق وعد الله تعالى برده إلى أمه سالما إذن كيف تحقق وعد الله سبحانه وتعالى برد موسى إلى أمه سالما إذن لم يقبل موسى عليه الصلاة والسلام الرضاعة من أي امرأة أخرى فرد الله سبحانه وتعالى موسى إلى أمه لكي تردعه قال الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت من هي التي قالت؟ قالت أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون إذن حرم الله سبحانه وتعالى المراضع على سيدنا موسى ولم يقبل الرضاعة من أي امرأة أخرى إلا من أمه فقال سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وعد الله أم موسى أن يرد إليها ابنها فرده الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته وهذا يدل على لطف الله سبحانه وتعالى بموسى منذ أن كان صغيرا ليكون نبيا من أنبيائه نشأ موسى عليه الصلاة والسلام في قصر فرعون حتى كبر وفي أحد الأيام مر بالسوق فرأى رجلين يتشاجران أحدهما من قومه أي من بني إسرائيل والآخر من قوم فرعون إذن سيدنا موسى وهو في السوق رأى رجلان يتشاجران أحدهما من قومه من بني إسرائيل سيدنا موسى من بني إسرائيل أحدهما من قومه والآخر من قومه فرعون فاستعان به الذي من قومه على الرجل الآخر استعان به الذي من قومه من قوم بني إسرائيل على الرجل الآخر الذي هو من قوم فرعون فدفعه موسى من دون قصد فدفعه بيده فسقط على الأرض ميتا فشعر موسى بالذنب فاستغفر الله تعالى مما عمل لأنه لم يكن يقصد قتله ولما علم فرعون بما حدث أرادوا قتل موسى عليه الصلاة والسلام فأخبره أحد الناس أن يخرج من مصر لكي لا يقتله فرعون فأخبره أحد الناس بنية قتله ونصحه بالخروج من مصر فخرج سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من مصر أقرأ وأتدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم أين أجد ما يدل على مضمون الحديث النبوي الشريف في القصة السابقة؟ أين تجد النصيحة في القصة السابقة؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم نجد النصيحة عندما نصح الرجل سيدنا موسى أن يخرج من مصر هربا وخوفا من بطش فرعون إذن عندما نصح الرجل سيدنا موسى بالخروج من مصر خوفا عليه من بطش فرعون نكمل قصتنا من عندما خرج موسى من مصر إلى أين ذهب؟ إلى أين ذهب؟ خرج سيدنا موسى من مصر إلى أرض مدين هربا وخوفا من بطش فرعون وظلمه فلما وصل إليها رأى رعاء الرعاة يسقون أغنامهم رأى رعاة غنم يسقون أغنامهم عندما كان الماء فرأى فتاتين تقفان بعيدا بأغنامهما فسألهما عن سبب وقوفهما ماذا أخبرتا الفتاتين؟ ماذا أخبرتا؟ ما هو السبب الذي جعل الفتاتين تقفان بعيدا بأغنامهما عن مكان الماء؟ أخبرت الفتاتين أن أباهما شيخ كبير إذن أبوهما شيخ كبير ولا يوجد من يسقي لهما ليس هناك أحد من يسقي لهما أغنامهما وأنهما لا تزاحمان الرجال إذن أسباب وقوف الفتاتين أبوهما شيخ كبير لا يوجد من يسقي لهما وأنهما لا تزاحمان الرجال على مكان الماء ماذا فعل موسى؟ ماذا فعل موسى؟ سقى لهما موسى أغنامهما وانصرفتاه ثم جلس موسى تحت ظل شجرة ليستريح داعيا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من خيره وفضله قال الله تعالى بسورة القصص ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس أي هناك كثير من الناس على هذا الماء يسقون أغنامهم وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير انظر إلى الصندوق في الأسفل أفكر عدم مزاحمة الفتاتين للرجال عند سقي الغنم لماذا لم تزاحم الفتاتين للرجال عند سقي الغنم؟ بارك الله فيكم هذا يدل على حياء هاتين الفتاتين إذن يدل على حيائهما ويدل على أخلاقهما فهما لا تزاحمان الرجال اثنان ما هو موقف موسى عندما عفوا موقف موسى عندما سقى للفتاتين غنمهما فكر كيف كان موقف موسى عندما سقى الفتاتين؟ كيف ترى موقف موسى؟ نعم يدل هذا موقف سيدنا موسى عندما سقى الفتاتين غنمهما يدل على شهامته وعلى رجولته عادت الفتاتان واخبرتا أباهما الرجل الصالح بما حدث فدعى موسى عليه السلام إلى بيته ليكرمه جزاء عمله فدعى موسى إلى بيته ليكرمه جزاء عمله فحدثه موسى بقصته مع فرعون وقومه فطمأنه الرجل الصالح بأنه سيكون معه وأنه لن يصل إليه القوم الظالمون بسوء وطلبت إحدى الفتاتين من أبيها أن يستأجر أسألك سؤال لماذا طلبت الفتاة من والدها أن يستأجره قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبا تستأجر الجواب الآية إن خير من استأجرت القوي الأمين إذن سبب طلب الفتاة أن يستأجره والدها هو أنها رأت فيه القوة والأمانة حيثما الصفات سيدنا موسى أنه كان قويا وأمينا وعرض عليه الرجل الصالح أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يرعى له الغنم مدة من الزمن إذن ماذا عرض الرجل الصالح على سيدنا موسى؟ عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه مقابل أن يرعى له مدة من الزمن كم كانت تلك المدة؟ لقد كانت عشر سنوات فوافق سيدنا موسى على ذلك ورعى له الغنم مدة عشر سنوات ووعد أن يقوم بواجبه على أكمل وجه واستمر في رعاية الغنم إلى أن انتهت مدة قال نأتي إلى إضاءة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان أين تجد الحياء في درسنا اليوم؟ أين تجد الحياء؟ نعم بارك الله فيكم عندما كانت الفتاتان تقفان بعيدا عن الرجال والفتاتان تنتظران الرجال إلى أن ينتهوا من سقي أغنامهما حتى تقومانهما بسقي أغنامهما هذا هو درسنا اليوم درس جميل درس قصة من قصص الأنبياء وموسى عليه السلام تعلم الكثير من الحكم والدروس المستفادة من قصة نبي الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام انتهى درسنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته